في ثاني أيام زيارته للعاصمة السربية بيلجراد استقبل سيد أليكزاندر فوتشيتش رئيس جمهورية السربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر سربيا الرئاسية وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيتش بحث فيها الرئيسان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك عقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين موسيقى وقد قلد الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيتش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسامة جمهورية السربيا بما يعكس علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين على مداري التاريخ كذلك شهد الرئيسان مراسم التوقيع العدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في العديد من المجالات موسيقى كما عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً أعرب فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير سيادته لحرص السربيا على تعزيز التعاون السنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات موسيقى كما استحب الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيتش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة بمعرض أرشيف وسائق دولة سربيا وأرشيف وسائق دولة يغوزلافيا والتي تتناول العلاقات الدبلوماسية المصرية السربية اليوغوزلافية على مداري التاريخ موسيقى كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة السربية بلجراد في افتتاح منتدى الأمال المصري السربو بمشاركة عدد من كبار المسؤولين السرب وممثل الجهات الحكومية المعنية وقد آرب السيد الرئيس عن ترحيب سيادته بهذا الحدث الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وسربيا مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات السربية وتنمية الاستثمارات المشتركة بينهما كما تم عرض فيلم تسجلي حول مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر واستعراض الفرص الواعدة للاستثمار فيها من جانبه آرب الرئيس السربي أليكزندر فوتشيتش عن ثقته في يوجد فرصة كبيرة لتعاون المشترك مع مصر بالنظر إلى علاقات الصداقة المتبادلة بين البلدين الصديقين كما أنه يفتخر بيوجود قائد بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته المباشرة في تعزيز تلك العلاقات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصربيا مع سيد إيفيتسا داتشيتش رئيس البرلمان الصربي الذي آرب عن ترحيبه بالسيد الرئيس وبعلاقات الصداقة التي تشمل مختلف المجالات لسيما على الصعيد البرلماني وقد حرس الرئيس السربي أليكزاندر بوتشيتش على إقامة مأدوبة عشاء تكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر